السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد اليوم إن شاء الله بإذن الله من بعد مددتكم في أول فيديو يعني السيستام أو النظام يعني البروغرام اللي عمشيو به في تعلم سياقة في المغرب 2018 وعطيتكم شنو المراحل اللي عمشيو عليها في هذا الفيديو والدرس اللي أدي نديره إن شاء الله إذا اليوم بإذن الله نحاول نبدأ لكم أول مرحلة ومرحلة ديال الدروس والقواعد اللي عندها علاقة بقوانين السير وأول درس أدي نحاول نشوفوه هي أنواع البلايك اللي هما أنواع العلامات أو أنواع الإشارات اللي كاللقوهم في الطريق إذن ش حال عندي من نوع من أنواع الإشارات أو أنواع العلامات؟ أنا عندي خمسة ديالأنواع ديالعلامات كينين خمسة ديالأنواع بالضبط أول نوع من العلامات سميتوا علامات المنع شنوه المعنى ديالعلامات المنع؟ هو كيمنعك تدير واحد شيء في الطريق إذا أنت هذي في الطريق كتلقى واحد العلامة ذي المنع هنا أعطيكم الشكل ديال让ه about that تدير ذلك الحاجة اللي كينا في ذاك العلامة كيمنعك أنك تديرها هذه المعنى ديالعلامات المنع لأن الشكل يكون دائري على هذا الشكل ديما إن في الزنقاء ستجد في البلاكة الشكل دائري وفي وسط دياله حمر هنا أعرف بأنك تهدر على علامات المنع وفي وسطه تجد بالبيض ذيك الحاجة اللي منعك تديرها إذن هنا شنلقنا في الوسط مثلا تجد سيارة ودراجات يعني هنا كي يعني لك بأن ممنوع على سيارة ودراجات كيف ما أرغب يكون النوع ديالهم يدوزون من ذلك الطريق هذا هو المعنى ديالها علامات المنع كيكون الشكل ديالهم دائري كيكون حمر إلا لاحطي هنا الجوانب ديالهم بالحمر ومضربوا هنا بواحد الخطة حمر وفي الوسط بيد وذلك الوسط اللي بيد هم اللي يقولون لك هذه الحاجة ما خصكش تديرها في ذلك الطريق يعني ممنوع عليك تديرها يعني بحال هنا السيارة ودراجات يعني ممنوع عليك أنت غاضي بسيارة أو دراجة ممنوع عليك تدوز من ذلك الطريق مثلا قدير يديروك في الوسط كلاكسون يعني هناك يقولك فيها الطريق ممنوع تدير لكلاكسون ممنوع تستعمل المنوع به السوتي هاد الشي ديال المعاني ديال هادو اللي يفوز لبلايك هادي نديرون في الفيديو الماجي دبا كنعطيكم أنا غير أنوعة لعلامات وشنوى المعنى ديالهم ايدا العلامات المنع كيمنعوك تدير ذلك الحاجة والشكل ديالهم كيكون دائري الجوانب كيكونوا بالحمر ومضغبين بخط في الحمر وذلك الوسط كيكون بيض وهو كيكون فيه ذلك الشي اللي ممنوع عليك تديره ذلك الطريق هادي أول نوع كي النوع الثاني كيين علامات نهاية المنع العكس ديال علامات المنع شنوى المعنى ديال علامات نهاية المنع يعني ذلك شي اللي منعوك منه تديره دبا مسموح لك تديره مبقاش ممنوع ايدا كيكون على هاد الشكل كيكون دائري الوسط دياله بيض ومضغب بخط كحل إن فتلقى دائرة فيها الوسط دياله كله بيض ومضغب بخط كحل أعرف بأن هادي علامات نهاية المنع يعني ذلك شي اللي كانوا مانعين كتديرو دبا مسموح لكتديرو مثلا هنا كانت في الول دائرة حمرة ياك ومضغب بخط حمرة وفي وسطها الكلاكسون يعني ممنوع تستعمل المنبيه الصوتي دبا إلى القيتي هاد الدوائرة في البيض وشرطة مضغب بخط كحل وفي وسطها مرصوم المنبيه الصوتي إذن هناك تعرف بأن كي قولوا لك في ذلك الطاق كان ممنوع عليك تستعمل المنبيه الصوتي ولكن دبا بإمكانك تستعمله ما كانش مشكل فهذا هو المعنى ديال علامات نهاية المنع اللي الشكل ديالهم كيكون توا دائري فالوسط دياله كيكونوا بيض ونضغب بخط كحل مازيان تالية نوع من العلامات كين علامات الإرشاد إذن علامات الإرشاد كيكونوا على هاد الشكل علامات الإرشاد المعنى دياله وكيرشدوك فين تمشي يعني مثلا كتكون غادة في واحد طريق كتلقى واحد العلامة على هاد الشكل كتكون يعني مربع ديما مربع ونوسط ديالها زرق إذن فتلقى مربع ونوسط ديالها زرق عرف بأنهم كيرشدوك فين تمشي أو شنو تدير فمثلا هنا الوسط شنو القينا هنا يا في بلاست الزرق في الوسط القينا دراجة يعني المعنى كيرشدوك أن هذا ما منخص بالدراجات يعني غالوا لك معلومة أعطوها لك يعني الإرشاد المعنى كيعطوك واحد المعلومة أن هذا المامر اللي انتريز منه غال مامر ديال الدراجات بوك أنت هاده كيرشدوك يعني هاده إرشاد هاده هو المعنى لدي العلامات الإرشاد اللي كيكون مربع ووزط ديال وزرق ودهك الحاجة اللي كيرشدوك فيها كتكون مرصومة بالبيض لياها الدراجات قدرت تكون مثلا أطفال مثلا هاده كيرشدوك اللي يرون شاكم في الفيديو الماجي كل بلاكة شنين المعنى ديالها هاده كشيف في الفيديو الماجي إن شاء الله من ل美味 في الو stuck انواع فقط إذن ino copia والعلامة الإرشاد علامة الرابعة لي كينا كينا علامات الخطر إذن كينا علامات الخطر كينا علامة خلي علامة الخطر قبل منها كينا علامة الإجبار إذن كينا معاملة الإرشادية، انه إجبار هنا علامة الإجبار العاملة هي إجبارة إجبار مصر الأدفاع عاملة إجبار sumتعر في الجرح ماذا يجبون أن تكون جديدة دايرية والوسط ديالها الزرق إن فتلقى بلاكة دائرية والوسط ديالها الزرق أعرف بأن هذه إجبار يعني إجبارك تدير واحد الحاجة معيانة فمثلا هنا في الوسط شنو عطينك عطينك سهم طالع الفوق وسهم ضايا على ياش على ليمن إذن هذا السهم هذا اللي على الجنب هذا ليمن ديالك وكان كان السهم بالعكس يكون هذاك لايسا حيث لايسا ضيمة يكون من هنا وه secondlyيمن كيكون فيه Rocket nega ذات السهم هذا هو ليمن إذن هنا ما يعنيه لك يمعنيه لك بأن إجباري عليك يعني هذا مرتقة طريق مرتقة يعني إجباري عليك إما تمشينيشان يعني تبقى أن تتبع الطريق وتمشينيشان إما تضع على ليمن ديالك يعني إما منحقك هذا دور على ياستر يعني هنا إما عندك جزءة اختيارات كإجبار إما تمشينيشان إما تضع على ليمن إذن إن فتلقى عالم دائرية أعرف بأن هناك يجبوك تدير ذلك الحاجة لكي نفوص ذلك الدائرة ليه هنا يكين سهم طالع ولا سهم على اليمن هناك يجبوك تمشي إما نيشان إما الضوء على اليمن هذو علامات الإجباع وكين علامات الخطر هما خامس نوع وهو آخر نوع لهما علامات الخطر إذن علامات الخطر كي يكونوا الشكل ديالهم كي يكون متلت إن فو تلقى متلت وفلوص دياله يعني الجوانب دياله بالحمر والوسط فين كي يقولون كذلك الخطر يعني كي تكون بيضا بيضا يعني فين كي يحطون كذلك الحاجة هناك تعرف بأن كين خطر فذلك الطريق إذن إن فو تلقى متلت والجوانب دياله بالحمر يعرف بأن كين في ذلك الطريق خطر إذن يجبك تضيبك طبيعية الحال يعني يجبك تغادر البال وتخفض السرعة ونقص من السرعة إذن فترح فعله يجبك نروري تنقص من السرعة حي Dahil الفرق ما بين هؤلاء العلمات اللي اعطيتكم لي هوا علامات المنع ونهايات المنع والإرشاد والإجبار الفرق ما بين علامات الخطر هو ان علامات الإرشاد، علامات الإجبار، علامات المنع وعلامات نهايات المنع هدو يكونوا وضعية شميه المعنى هي الوضعية؟ يعني ان فوى كتلقى ذلك البلاكة كتعرف بأن الخطرAs كان ذلك الساع من أن تلقى ذلك البلاكة كان الخطأ ولكن من أن تلقى هذه العلامة التي نسميها علامات الخطأ بين موثلات والجوانب بالحمر والروس بيض كيف يقول لك هذا الخطأ شنو هو؟ إذن في هذه الحالة كتعرف بأن راه بينك وبين ذلك الخطأ واحد البعد يعني لو ما اضعوا لك البلاكة وقالوا لك بأنه كان واحد الخطأ ولكن ذلك الخطأ لا أتلقاه ذلك الساعة مش بحل لا أتلقى layer وضعية يعني تلقاها ذلك الساعة اما هذه تكون متقدمة و laughek ما بين وضعية ومتقدمة وضعية يعني coratt vemos الخطأ يعني تكون متقدمة يعني البلاكة تكون قبل الخطأ هاصل معنى ذلك المتقدمة يعني البلاكة تكون متقدمة على الخطأ يعني كتكون هي كي يقول لك كينك تليل كل يخطئ لك كين خطأ مع ان تلقення الصРpper والكين وبينقص يكون vice điểm الصعر يعني خاصة تقطع واحد البعد وعادة تلقى الخطر. ما هو هذا البعد؟ البعد تحفظه. منه تكون داخل المدينة. يعني تلقى الضيور أو الطوطوة أو تلقى البرطولي أو الأعميد الكهربائية. هنا تتعرف رسكرك في مدينة. إذن هنا طبيعاً، الخطر بينك وبينه يكون واحد البعد خمسين متر. حفظه. يعني بينك وبينه تتعرف بأناكين واحد البعد خمسين متر. ولكن إذا كنت خارج المدينة. يعني ما كانوا لا ديور ولا ولوا يعني خارج المدينة. يعني في عربية ولا هذا. إذن هنا كنت تعرف بأن بينك وبين الخطر يكون مياه وخمسين متر. ما شاء خمسين. كنت أزيلو مياه أخوة كتقول لي مياه وخمسين متر. عاد كتلقى ذاك الخطر. هنا تسولوني وتقولوني. علاش داخل المدينة كتكون غير خمسين وخارج المدينة كتكون مياه وخمسين. الجواب سهل. حي الداخل المدينة كتكون الدنيا عامرة. كتكون السيركولاسيا. والسرعة مختلفة داخل المدينة في المدينة تكون له قل من ana gamblers المغاني خارج المدينة. حي ت seizure خارج المدينة فهي الدنيا сим Critical이야. فالسرعة تكون قتل. في المدينة تكون سيركولاسية والسرطة للر姥 النبيلة في الكثير caless. ف الان سرعة المحددة داخل المدينة تم أحضل. ما هي 커�son 20 كمم الساعة. واو一定 من القناةständية. وإذا كان شيء خطأ مثلا ، مثلا ، شئ فيراج ، شئ عقبة ، شئ غير واضحة وجون الجو مزيان للك الشتاء ، الجو طبابة ، الجحل نجد فيه فهذا الحالة هي أنها تتقس 20 كم في الساعة. وعندما لا أعطيها 20 كم في الساعة أنه تقول إلى 40 كم في الساعات . شئ أقصى ستتقسي ب40 كم في الساعة ! إذا تكون المزيان هناك من قبل لك تعالى أمقال بلاليز دنكرة أمغالفة . اما بان الصرع فى خارج الندينة 100 ساعة ميات كمم والساعة واذا كان التوقف، او حيث تقص 20 ميات كمم والساعة فى الرجل وغيره 80 كمم الساعة فى السلحة ساعة ميات كمية فى الصرع والطرق الساعة يعني خارج المدينة فالصوعة تكون كبيرة يعني الخاطة هيكون بينك وبين مسافة أو بعد كبير هيكون بعد مش مسافة هيكون بعد كبير أما إذا كنت انت داخل المدينة والصوعة عندك غير 60 فأطبعت الحال بينك وبين ذلك الخاطة هيكون واحد البعد قليل ها لاش داخل المدينة كيكون البعد غير 50 وخارج المدينة هيكون 150 كان زيده 100 لذلك هذه دا بفهمتوها كان واحد الاستثناء في هاد علامات الخاطر أو كان واحد الاستثناء فوقاشي مكلي يعني يكون الخاطر ديكسة يعني ما يكونش متقدم ما يكون وضعية ماش يمتقدم يعني يكون بحاله بحال علامات المنع ونهاية المنع والإرشاد والإجبار يكون توا وضعية وخا يكون عندك علامات الخاطر كان استثناء واحد هو من يكون عندك هاد الموثلات وقلب منه لديك سهم طالع و سهم هابط يعني سهم طالع هك지가 و سهم هابط فى الفيديو الماجي intensity فك v Shiva يُتقيم أن تقوم بوضعく يعني الخاطئ يكون قصة حيث هناك طريقة اتجاه واحد وأتجاه تعلق طريقة تعلق وكذلك هناك خطر يعني الطنوبات يتزادوا وشاء غادي وشاء جاي هذه الخطر وكذلك هناك توضي وضعية حلقة الطبق يعني القانون قصة حقاكم أصلا تأنفو يتساعد علاج مشاكل يتساعد säga تنقص السرعة وكذلك يكون بينك الخطأ واحد البعد ما؟ المعنى هناك خطأ في الاتجاهة يعني الخطأ يكون قصة حلقة يعني ليس هناك خطأ واحد البعد بعد أتجاه لا، لا، بلا تساعدة ساعة وسطة ورسته الإلتكار ومن المنزل على خطة في التجاهين هنا أن تظل لذيك ما في جوانمه افضل حمار وراحفة الغيابتها في عطاء العلمة التعجيه وتظل لسهم إلعاء وت gener عارض يعني كذلك تقول أن هذه الطريقة تتم تحصل خطة في التجاهين ومن المنزل على خطة في الساعة أن تظل لذيك ما في الساعة لك وليس تقطع واحد بالквي لتعرف الساعة لا، لذيك ما في الساعة أما من يمكن أن أصدق الموت لات أو فسطوشي حاجة أخرى من غير ذلك تصير في التجاهين سهم تلعوا سهمها ضط فهنا كنعرف بأنني بيني وبين ذلك الخاطر أقوم بحدي البعد يعني أنا خاصة نقسم الصوعة ولكن غابيني وبين الخاطر لحد البعد خاصة نوصل 50 متر عدى لقاه داخل المدينة وتان قطع على 150 متر عدى لقاء الخاطر خارج المدينة كان كذلك واحد الاستثناء أخوف وقشكي تلغى هاد القاعدة دي الخمسين متر داخل المدينة ومية وخمسين متر خارج المدينة من هاد المطلات تحت منه تلقى نكتوب مثلا تلتميات متر اذا هنا هو اللي قال لك البعد اللي اتلقى به ذاك الخاطعة هي متقدمة حيث بينك وبين الخاطعة واحد البعد ولكن ذاك البعد هو حددولك في اللول ما كانش محداد اذا هنا منتخصك تحفظه داخل المدينة خمسين خارج المدينة مية وخمسين من هنا حددولك تلتميات متر يعني هنا يكون بينك وبين ذاك الخاطعة تلتميات متر اذا هنا كتلغى دي الخمسين متر داخل المدينة ومية وخمسين خارج المدينة سافرديا داخل المدينة او خارج المدينة وهو أعطاه لك محداد البعد اذا صافي كتعرف بان على البعد 300 متر هكتلقى نتاك الخاطعة مازية دابا كين عود تاني لستيطناء الاخر هو ان تحت المطلات كتلقى 300 متر ولكن كتلقى حداف الجوانب بديالي من على ليسا جوز الاسهم طالعين هذا شيء دابا ان شاء الله في الحالات وهذا انفهم ودبانا كننعطيكم غير انواع البلايك فقط تفهموهم اذا الالتحت مني كيكون 300 متر في الجوانب عندي جوز الاسهم طالعين هنا المعنى ما كيقولكش على بعد يعني اتطبق قاعدة ان الى كنت داخل المدينة راه على بعد 50 متر اطلقى الخاطر ولكن انت خارج المدينة راه على بعد 150 متر اطلقى الخاطر ولكن من ين كتلوصل ذاك الخاطر كيمتد دونك ذاك الاسهم نطلعي للفوق المعنى ديالهم هو كيمتد على مسافة يعني على مسافة او على طول او على امتداد ذاك 300 متر ايبقى ذاك الخاطر مثلا انا غادي القيت متلات وتحت منه 300 متر وجوز الاسهم طالعين انفهم باناني لكون داخل المدينة بيني وبالخاطر 50 متر يعني في 50 متر هنوصل ليه خارج المدينة بيني وبينو 150 متر يعني انقطع 150 متر اطلقى انا ذاك الخاطر القيته مني اطلقى شنو مثلا هاد الخاطر هو قاطع الحيوانات مثلا الحياوانات غادي مثلا الحوالة غادي اذا هنا انا اعرف بان ذاك الحوالة سيبقى غادي معايا 300 متر هذه المعنى ديالك على طول او على امتدد او على مسافة هذه المعنى ديالجوز الاسهم طالعين يعني انطلقى غادي والحياوانات تبعنك هذا خطع خاصنا نبقى نقسم صوعة وانا غادي 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 تاكن قطاع 300 متر عاد كيتسلد الخاطة هناك الساعات يمكنني أن أمشي بالصوعة المحددة ديالي مثلا أنا محددة عندي 60.5 متر محددة في مياه إذا كنت خارج من دينا أمشي بمياه كنت في التروت أمشي بمياه وعشرين وماذا فهمته؟ لذلك أتمنى أن تكونوا فهمتوا هذه علامة الخاطة من هذه علامة الخاطة يعني كي يدخلون فيهم الإرشادات المؤقعة يكونوا على هذا الشكل الإرشادات المؤقعة لاحظون أنه يكون موطلات الجوانب في الحمر ولكن روزه ليس بيد روزه يكون صفر فإن فوق تلقى روزه صفر كتعرف بأن هذه الإرشادات غير مؤقعة ماشي دائما وهذا ونفق ما بين ذلك الموطلات العطاء تكونوا هذا الأخير يكونوا ديما يعني ما تدوز على ذلك الطريق ديما ذلك البلايك تلقاهم ذلك الطريق ما كيتحيدوش ديما ما هذا ومن يتلقاهم القلب ديالهم صفر كتعرف بأن تضعوا في واحد الموقع في واحد الوقت وليد تزالوا بحال الأشغال لاحظوا نايا كتلاحظوا الشخص وهز ذلك البالة بحالة غملة هناك تفهم بأن كين في ذلك الطريق واحد الأشغال يعني كيصوفوا الطريق إذن ذلك البلايك اللي أيدروا هذه الأشغال العمومية وشات القديمة في ذلك الطريق بطبيعة الحلة حي دوك الأشغال ها يجيو واحد وقت ويتسالوا يعني البلايك كتتهز من ذلك الطريق ولكن محدة كين في ذلك الطريق هناك يقولك بأن انتباه خطأ كين وحد الخطأ ذلك الأشغال يعني خاصك تنقص من الصوعة فإذا كنت داخل المدينة غارب واحد صوعة 60 كيلومتر كحد أقصى فخاصك تنقص تولي غير بين 22.29 كيلومتر حيث عندك خطأ دونك وهذا هو المعنى بل إرشادات المؤقتة والخوارين إرشادات كيكونوا دائمة يعني دائمة كيكونوا في الطريق هذا كيكونوا مؤقتين إن فكيتسال ذلك الشغل اللي كان أو إن فكيتسال ذلك الحال الخطأ اللي كان كيزولوا ذلك البلائقة وهنا كليكت مش بسرعة العادية من ذلك الطريق يعني ما كيكونوش دائمة أما الخوارين كيكونوا دائمة في ذلك الطريق يعني فوقاش ممشيتم ذلك الطريق أتلقى ذلك البلائق يعني خاصك دائمة تنصو ذلك الطريق وهذا والفرق ما بين إرشادة المؤقتة وما بين إرشادة الدائمة ديال الخطأ داكور دونك جيسبر كتكونوا فهمتوا إذن نريد نعود كخلاصة باش فهموا أنواع الإشارات أو البلايك أو العلامات كينين خمسة كين علامات المنع نهاية المنع الإرشاد الإجبار والخطأ علامات المنع قولنا مني كيمنعوك تدير واحد الحاجة علامات نهاية المنع مني ذاك شي يمنعوك منه داك مسموح لك تدير علامات الإرشاد مني كيمنعوك ذاك شي ديا لاش علامات الإجبار مني كيشبروك شنو تدير يعني كيشبروك تدير واحد الحاجة وعلامات الخطأ مني كيقولك راكين واحد الخطأ خاص كتدير اتنسيو كين خطأ دونك علامات المنع يكون دائري جوانب محمر مضربين خط حمر والوز بيض ويقولك هذا الحاجة ممنوع عليك تديرها مثلا عندك سيارة ودغاجة ممنوع على سيارة ودغاجة يدوزون ذاك الطريق كين علامات نهاية المنع اللي كيكون هكا دائري في وسط بيض مضربين خط وفي الوسط يقولك هذا الشي اللي كان ممنوع يمكنك تديره كين كذلك علامات الإرشاد يكون مربعين ووسطهم زرق اذا هنا انفرط القمر وسط زرق عرف هنا يرشدوك هنا كين دراجة يعني يقولك بأن هذا ممر دراجة هذا معلومة كين علامات الإجبار هو يجبروك فين تمشي اذا هنا من تلقى يعني بلاكة دائرية ووسط ها زرق هنا عندك سهم تطلع سهم على ليمن عرف بأن يجبروك إما تمشي نيشان إما تمشي على ليمن وكين علامات الخطأ يكون مو تلات جوانب حمر ورص بيض ويكون حاجة لما صوم حلى إذا هنا يكون علامة الخطأ يعني بينك الخطأ داخل المدينة تكون خمسين متر خارج المدينة تكون داخل المدينة تكون بستين كان خطأ باربعين خارج المدينة تكون بمئة كان خطأ بثمانين لوتور تكون بمئة وعشين كان خطأ بمئة كيلومتر في الساعة إذا كان تحتمن البعد يعطي لك هو إلا أن تطلع 50 متر داخل مدينة و150 متر خارج المدينة يحدد لك هو هذا البعد الذي أتلقى به ذاك الخطأ مازين يعني تكون متقدمة وضعية بحل الخوان يكون وضعية خلاص إلا كان تحتمن واحد البعد 300 وعطي جز الأسهم يعني في الجواني بهاك الفوق أعرض بأنك بين خطأ 50 متر داخل المدينة ولا 150 متر خارج المدينة ولكن يتوصل لك الخطأ يعني يمتد معك الخطأ على بعد 300 متر تقطع 300 متر كلها يتسال الخطأ خلاص إلا كان مطلات وعندك سهل طالع وسهل مهابط هنا في الوسط عرض بأن هذا خطأ في الاتجاه يتجيب فهنا لا تقول متقدمة وضعية يعني الخطأ يكون دك سهل إن فوق القلب لك لا يكون واحد البعد يعني يتلغ القاعدة على بعد مازين البلاكة غير واحد لوقت تكون تم ومن بعد الطريق ما أتبقاش بحال إن عندي أشغال عمومية يعني تنقص الصرعة من يكون الأشغال من الطريق من بعد تنقص الطريق وطلق الأشغال والبلاكة التحييدات فبإمكان تنقص بالصرعة التي كنت تمشي بها في الطريق كنت داخل المدينة تمشي بستين خارج المدينة تمشي بمئة فلوت روط تمشي بمئة وعشرين كحد أقصى كنت من تكون فهمت الأنواع أو الإشارات أو الأنواع ففي الفيديو الماجي أنحاول دابع كل نوع من هذه الأنواع التي أعطيتكم بخمسة أنحاول لكم شو المعنى دياله مثلا أنا لقيت هذه البلاكة في وسط من هذا الزبالة هذه أشغال عموية يعني أنت بها أخاطر لكن أشغال في تغيق يقدر في بلاست هذا يكون شيء أخوى نعطي المعنى ديالها ونقول لكم جميع الأشياء التي يمكن لكم تلقوها هنا في الوسط في هذه العلامة ونقول لكم المعنى ديالها لكي من إن شاء الله نجيو للكم تصحيح يعني الأشغال العمومية كتكون هنا أشغال عمومية دونك كنتمنى هذا الفيديو يكون الإعجاب ديالكم وتكون فهمتوا القواعد ديال أنواع العلامات وتكون كل العلامة فهمتوا يعني الشكل ديالك يدير وش كون يلي وضعية وش كون يلي متقدمة وتفهموا ش كيكون بين وبي الخطر على بعد وش كون ما كيكون فيديو ماجي إن شاء الله